طبعاً كورونا بطبيعة الحال كانت حاضرة في النقاش ويمكن دولة فئيس مجلس الوزراء بينبه المواطنين أو نبه المواطنين النهاردة بأنه لازم كما نرجع أن نلتزم تاني التباعد اجتماعي، الإجراءات الاحترازية والوقائية كلها الكمامات لازم نرجع نهتم بيها تاني بلاش التكدس في أماكن مغلقة بل لو قدرتوا تتجنبوا الأماكن المغلقة عملوا كده لأن مش بس التكدس حتى في الأماكن المفتوحة مع شوية التكدس وميكرون بمشتقاته الجديدة بنتشر بسرعة جداً جداً وزي ما كنت أقول مبارح دوار حضراتكم كلها أكيد بتقول الكلام ده وشايفين فكان واجب التنبيه كمان بالإضافة لده تم يعني النصح بالجرعة التعزيزية ضرورة الحصول على الجرعة التعزيزية اللي أخذ جرعتين ياخد التالتة اللي أخذ تلاتة ممكن ياخد الرابعة وده مهم عشان دي جرعة تنشطية مهمة جداً حقيقة أنه كان الدكتور خلرب الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وقام بعمل وزارة الصحة استعرض بالأرقام وقال أنه مش بس في مصر على مدار الأسبوعين اللي فاتوا لقى المؤشرات عالية جداً من حيث أعداد الإصابات في أغلب دول العالم آي نعم أصادها حالات الوفاة مش كبيرة لأنه أقل حدة مقارنة طبعاً بالمتحاولات السابقة إنما لسه بيحصل حالات وفاة ونسب برضو يعني يمكن حوالي 7% وفيات مش في مصر ده على مشتوى العالم فمهم جداً بس نلفت انتباه حضراتكم بين إحنا ناخد بالنا وقواعد العزل يمكن تحدث عنها أيضاً دكتور خلد عبد الغفار إنه حصل أعراض بانت اعزل نفسك خمس أيام أو أعراض ما بانتش بس كان في حد عارفه وجاله الأعراض وطلع كورونا فجربت تعمل PCR فطلعت إيجابي اعزل نفسك خمس أيام خلال الخمس أيام دول لو بدأت تظهر عليك أعراض احسب من ساعة زورها خمس أيام كمان ما تطلعش تحركش لحين إنه تتحول النتيجة سلبية هنا بقى وطبعاً ده كله باستشارة الأطباء عشان بس نبقى واضحين ده قاعدة العامة إنما يجب دائماً استشارة الأطباء في هذا الصدد